بعد أعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا بلينة باسيفاني ويليامز اتفاق الفرقاء الليبيين في تونس على وضع خارطة طريق تنتهي بانتخابات خلال ثمانية عشر شهرا ها هي اللجنة العسكرية المشتركة في ختام لقائها الأول من سرد تعلن اتفاق الطرفين على سحب المقاتلين الأجانب نحو ترابلس وبنغازي وفي توضيح للاتفاق أكد عضو وفد الوفاق بلجنة 5 زاد 5 العميد مختار النقاصة اتفاق اللجنة على فتح وتأمين الطريق السحلي مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وقال أن سحبهم سيكون من قرب الطريق بعمق خمسة كيلومترات إلى بنغازي وترابلس كمرحلة أولى مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تقضي بصحب كافة المرتزقة الأجانب من خطوط التماس إلى ترابلس وبنغازي والتي تبدأ حدودها من جنوب سوكنا إلى بوغرين غربا حتى بن جواد شرقا وللاشراف على هذه العملية فد العميد مختار النقاصة أنه جرى تشكيل لجان لوضع خطط التنفيذ في وقت أكدت فيه البعثة الأممية أن المجتمعين في سيرت سيستكملون أهليات تنفيذ اتفاق وقف أطلاق النار وتشكيل اللجان الفرعية بهدف الإسراء في تنفيذ الاتفاق واستكمال المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس في المقابل أكد المتحدث باسم الجيش العقيد محمد جنونو أن التحركات العسكرية في محيط سيرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة وقال مخاطبا البعثة الأممية أن ما يحدث في لقاءات سيرت لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار وأنهم يرفضون التفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية جنونو تساءل عن فرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة ومنحهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات على سجلهم بصفتهم من الدائرة الأولى لحفتر وأكد رفضهم وجود هذا الأخير شكلا أو مضمونا أو بالإنابة في أي شكل نهائي لمفاوضات الحوار الحالي ولم يخفي تخوفه من فشل المفاوضات بسبب أتباع خليفة حفتر ولإنجاح هذا المصار الفني المرتبط ارتباطا وثيقا بالمصار السياسي طلب البعض بضرورة وجود بوادر الانسحاب المرتزقة الروسي والأفارقة الموجودين في سرط وقاعدة القرطبية والجفرة خاصة أن هؤلاء ما زالوا متمركزين في هذه المناطق منذ تحرير مدينة ترابلس وعززوا مواقعهم عبر نشر الأسلحة وزرع الألغام اشتركوا في القناة